بعد كده القرآن بقول الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم إيه بقى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات البعض فسرها الطيبات للطيبين الرجل الطيب بتجوز الست الطيبة والرجل اللي مش كويس بتجوز الست اللي مش كويسة بس هذا التفسير الحقيقة يخالف جمهارة المفسرين لأن جمهارة المفسرين بيكلموا على حاجة تانية خالص بيوضحوا لك أنه المقصود بالطيبات للطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبثات الخبثين والخبثون للخبثات العكس يعني لما القرآن قال الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات يعني الكلمات السيئة لا تصدر إلا من واحد مش متربي واحد خبيث الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون من الناس لا يقولون إلا الكلمات الخبيثة أفتخد بالك هي الآية هنا جات في سياق ناس لك لكت في الكلام ونهشت عرض أم المؤمنين بالكلام باللسان اتكلموا كلام مش كويس فربنا بيوضح لنا إن الإنسان الخبيث الخبيث يعني السيء مش الخبيث يعني المكار نحن نفكرين خبيث عن المكار الخبيث يعني الإنسان السيء الإنسان المتسفل هو اللي حيستسيغ أن يقول هذا الكلام فبيقول لأن الآية جات في السياق كلام وحش إتقال كلام وحش إتقال على أم المؤمنين فرح قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يعني الخبيث لا يتكلم إلا بالكلمة الخبيثة وبعد كده راح يلقي والطيبات الكلمات الطيبات المباركات المحترمات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فهمت أي معنى الآية يمكن الآية ديت قبل ما ناخد بريك لازم تتفهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وبعد كده قال والطيبات للطيبين الكلام الطيب ما بيقولوش للناس الطيبين والطيبون للطيبات لذلك بعدها بيأكد إنها للكلام مش للجواز بقول إيه أولئك مبرؤون مما يقولون يعني الإنسان اللي بيقول كلام طيب مش هيؤخذ عليه يوم القيامة من العكس اللي بيقول كلام طيب هياخد نعمتين دبل نعمتين من ربنا لهم مغفرة أدي واحد ورزق كريم